اللعيبة القايمة مين الجاهز ومين ممكن يكون مفاجأة عند اللاسارتي ومين ممكن يكون في التشكيل مارت اللاسارتي وبالمناسبة دي أول قمة أورو لاتينية جروس السويسري الأوروبي ومارت اللاسارتي اللي رجويان اللاتيني لأول مرة الأهلي يقودوا مدرب لاتيني والأول مرة القمة يكون فيها هذا التصادم الأوروبي اللاتيني مدرسة مختلفة ووضع مختلف الحكم من رومانيا استيفان كوفاكس الآن حالا الصفحة الرسمية زي ما بيقول للزميل محمود المخبزي الصفحة الرسمية للاتحاد الكورة بتعلن الروماني استيفان كوماكس كوفاكس أيا كان نتمنى له التوفيق وأنه يلعب لصالح نفسه هنعرض لاحقا السفي بتاعه وأبرز المعلومات عنه طبعا مرت اللاسارتي المدير الفني اللي لالي اختار قيمة الفريق اللي سافرت للإسكندرية في هذا المعسكر استعدادة للقمة 117 القيمة ضمت محمد الشنوي وعلي لطفي ومصطفى شبير وحسام عشور وأحمد فاتحي وعلي معلول وسعد سمير وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر السلية وناصر مهر ومحمد هاني ورمضان صبحي ده جانب من آخر مران كان في ملعب التيتش قبل السفر ورمضان صبحي وحسين الشحات وصالح جمعة ووليد أزار ومروان محسن وصلاح محسن ومحمود وحيد وجونيور أجاييوة جيرالدو وباسم علي ومحمد شريف عمر السلية شارك في التدريبات الجماعية النهاردة كان في بعض المخاوف من تعرضه لرشح في الرجبة خلال مشاركته مع المنتخب لكن ثبتت سلامته وبإذن الله يكون جاهز للمشاركة انتظم لعب الأهل الدوليون أيضا في المران بعد العودة تواجد السلية وصلاح محسن ومحمد هاني في معسكر المنتخب ولعب المنتخب الأولمبي أيضا شهدت التدريبات انتظامهم أيضا وهم رمضان صبحي وناصر مهر وكريم ندفد ومصطفى شبير كريم ندفد عارفين حضراتكم بيغيب عن مباراة القمة للإنذار علي معلول كان فيه كلام كتير برضو حول فرصته ومشاركته وعودته وكلام كتير لكنه ظهير الدولي لتونسي الكبير عاد بحالة جيدة جدا وانتظم في التدريبات خضع لتدريبات استشفائية وانتظم بقوة وجهزية وسعادة أيضا مع زميله بينما الحاوي وليد سليمان لعب نجم الأهل الكبير ما زال بينفذ برنامج بدني على هامش المران أملا في تجهيزه للمرحلة اللي جاية طبعا هو الآلي زي ما بيأكد لزميله عبدالله من الوسطى القائمة هتفضل موجودة في الإسكندرية يعني الأهل هيلعب المباراة ونفس اللعب هتفضل موجودة عشان مباراة الاتحاد يوم 2 أبريل هينضم لها بعض اللعبين طبعا اللي هيكونوا جهزوا من خارج القائمة لكن هيستمر الأهل في هذا المعسكر لحين إتمام مباراة الاتحاد يوم 2 أبريل ثم يسافر مباشرة للمباراة الأفريقية أحمد الشيخ في جنوب أفريقيا إن شاء الله أحمد الشيخ نجم الأهلي أيضا أدى جلس التأهيل في الجيم على هامش المران وعارفين أن الشيخ عنده كادمة في الرجبة غادر على ثريها المران ليستمر في تأهيله ده بالنسبة لأحوال الفرقة واستعداداتها هنتكلم بالتأكيد كتير حوالين إيه اللي ممكن اللي صارت يفكر فيها على نحو المفاجأة إيه الوضع بالنسبة للتشكيل مين اللي ممكن يدفع بيه في رص الملعب إيه بعض المراكز اللي لسه عليها جدل وفيها اجتهادات هنقش هكيد لاحقا أترى بيهاتي كل شيء من الوضع من يدفع على نفسك شكرا